في هذا الشهر العظيم يستحب الإكثار من الصيام وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان الصوم في هذا الشهر وصيام محرم شرفه عظيم لأن الله أضافه إلى نفسه في الحديث قال شهر الله الذي تدعونه المحرم وهذه الإضافة شهر الله إضافة تعظيم وإضافة تشريف فإن الله لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته كما قال بيت الله وناقة الله رب هذا البيت